مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 43 نمر إلى التمرين الخامس وحددوا بعلامة فئة المثلث المتساوي الأضلع المثلث المتساوي الأضلع هو الذي عنده الأضلع الثلاثة متقايسة فإننا نعرف المثلث المتساوي الأضلع يمكننا نأخذ البركار نبدأ بمثلث الأخضر مثلا نأخذ هذا الضلع القيز للضلع ونشوفه باقي الضلعين القيز للضلع نفسه والقياس للضلع هذا فكذلك نفسه فهذا المثلث فهو متساوي الأضلع المثلث الأخضر أما المثلث الورضي فكاللحظه فالأضلع غير متقايسة وقالنا هذا المثلث فنتأكدوا إن كان متساوي الأضلع أم لا إذن هذا الضلع هذا ونفسه جل المثلث الأخضر لكن لاحظوا هذا الضلع هذا فهو أصغر بقليل إذن فهذا المثلث فعنده ضلعين متقايسين إذن فهو متساوي الساقين متساوي الساقين وهذا متساوي الأضلع ونجد له هذه العلامة يعني أن الأضلع متقايسة وقالنا هذا المثلث فهو قائم الزاوية قائم الزاوية ثالثا أستعين بالمنقلة ثم أحدد بعلامة في مجموع قياسات زوايا المثلث A, B, C سنستعين بالمنقلة وقد نحدد بعلامة في مجموع قياسات زوايا المثلث A, B, C نبدأ بالزاوية التي رأسها A نلاحظوا الزاوية التي رأسها A فالخياس دلها يمكننا نمددوها الضلع هذا كما ك فاللاحظوا فقياسه هيك نبدأ من الصفر 10 20 إذن 90 فهي قريبة لـ 90 فنحن سنعتبرها قياسها 90 درجة فنحن نلاحظوا بأنها تقريباً فهي زاوية قائمة ثم الزاوية هذه هذين نمددوها الضلع أيضاً هذين صفر عشر عشرون ثلاثون أربعون هذين ما وصلش خمسون هذين قلنا ما وصلش خمسين فخمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون نعد الزاوية سبعة وأربعون درجة والزاوية تسعون درجة ثم بقتنا الزاوية التي رأسها بك لاحظوا أربعون واحد وأربعون اثنين وأربعون ثلاث وأربعون درجة هذه ثلاثة وأربعون هذين نجمع السبعة زاوية تلاتة عشر أربعين زاوية أربعين ثمانين والعشراء تسعون تسعون زاوية تسعون مائة وثمانون إذن مجموع قياسات زاوية المثلت مائة وثمانون درجة كما سبقا وأنا رأينا سابعاً ريم فتاة لم تبلغ العشرين بعد إذن ريم بقى موصلة عشرين عام عمرها الآن من مضاعفات أربعة عمرها الآن من مضاعفات أربعة وفي السنة الماضية يعني سنقبل كان عمرها من مضاعفات خمسة أما أختها ندى لم تبلغ الثلاثين إذن قل من ثلاثين عمرها الآن من مضاعفات أربعة وفي السنة المقبلة وفي السنة اللي جاية سيكون من مضاعفات خمسة السؤال عمر ريم هو فقلنا ريم موصلتش عشرين عشرين سنة وعمرها الآن من مضاعفات أربعة وفي السنة الماضية يعني قبل كان عمرها من مضاعفات خمسة فقد نجيب المضاعفات دي الأربعة الأقل من عشرين والمضاعفة دي الخمسة الأقل من عشرين إذن قلنا عمر دي لها أقل من عشرين سنة المضاعفة دي الأربعة والمضاعفة دي الخمسة الأقل من عشرين دي الأربعة سفر أربعة تمانية اثنى عشر ستة عشر ودي الخمسة سفر خمسة عشرة خمسة عشر إذن قلنا في هذه السنة عمرها الآن يعني في هذه السنة من مضاعفات أربعة وفي السنة الماضية قبل كان عمرها من مضاعفات خمسة كان لحظة خمسة عشر من مضاعفات خمسة يعني قبل سنة أما الآن فعمرها ستة عشر من مضاعفات أربعة إذن عمرها الآن من مضاعفة أربعة لواء ستة عشر سنة وقبل كان عمر جيلها خمسة عشر سنة لي من مضاعفة جيل خمسة عمره ندى أما أختها ندى لم تبلغ الثلاثين إذن ندى ندى أقل من ثلاثين سنة أقل من ثلاثين سنة أقل من ثلاثين سنة أما أختها ندى لم تبلغ الثلاثين عمرها الآن من مضاعفة أربعة أيضاً سنحدد المضاعفة الأربعة وفي السنة المقبلة وفي السنة اللي جاية سيكون من مضاعفة خمسة فمن الأخرى سنحدد المضاعفة الأربعة وإجياء الخمسة الأقل من ثلاثين سنكمل على هذه المضاعفات كنا صفر أربعة ثمانية إتنى عشر ستة عشر زائد أربعة عشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون ثم ثمانية وعشرون أقل من ثلاثين ثم دي الخمسة صفر خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون خمسة وعشرون إذن أقل من ثلاثين فقلنا عمرها الآن من مضاعفة أربعة عمرها الآن من مضاعفة أربعة وفي السنة المقبلة وفي السنة الجاية سيكون من مضاعفة خمسة إذن عمرها الآن من مضاعفة أربعة أربعة وعشرون من مضاعفة أربعة وفي السنة المقبلة قد يكون خمسة وعشرون من مضاعفة خمسة إذن عمرنا ذا هو أربعة وعشرون سنة التبرين الثامن إذا علمت أن عدد الفتيات القاصرات التي تزوجنا سنة 2018 في المغرب هو 32 ألف فما معدل الفتيات القاصرات التي تزوجنا في الشهر من نفس السنة إذن عدد الفتيات القاصرات القاصرات يعني أقل من 18 سنة لتزوجوا سنة 2018 لأنه 30 ألف 32 ألف فتاة قاصرة يعني قل من 18 سنة تزوجوا سنة 2018 يعني السنة كلها في 12 شهر فما معدل الفتيات القاصرات التي يتزوجنا في الشهر يعني المؤدل ديال كل شهر ديال السنة سنقسموها على 12 تلقوا ديال الشهر الذين رقماني في المقسوم عليه أخذوا رقمان 32 فيها كم من 12 في لدرنا في 3 جينا 36 أكبر من 32 إذن ديروا 2 في 12 4 وعشرون 2 ناقص 4 ليمكن سلف 10 12 ناقص 4 ثمانية ثلاثة ناقص ثلاثة سفر ثم غادي نزله بالسفر ثمانون كم فيها من 12 فلدرنا 5 في 12 5 في 12 جينا 6 لأننا 5 في حسبها 5 في 12 ودبعة 5 في 1 خمسة 6 ثم 6 في 12 غادي نضيفه 12 ل 6 ليه 72 إذن 72 فقريبا 8 ندرنا يا 6 في 12 قلنا 72 سفر ناقص 2 لا يمكن سلف 10 رد السلف 10 ناقص 2 ثمانية وثمانية ناقص ثمانية سفر ثم غادي نزله بالسفر يعني ثمانون كم فيها من 12 مرة أخرى ستة 72 عشرة ناقص اثنان ثمانية وتمانية ناقص تمانية سفر ثم غادي نزله أيضا بالسفر دلو 6 اثنانية اثنانية وسبعون ثمانون ناقص اثنانية وسبعون مرة أخرى ثمانية إذن معدل القاصرات التي يتزوجنا في الشهر في نفس السنة المعدل وقت قريبا 2666 لأن المدر اثنانية وثلاثون ألف قسمناها لـ 12 وحصلنا لـ 2666 دل المعدل 2666 فتاة قاصر كتزوج في الشهر التبريد التاسع أضعه وأنجزه ناخد 21 وسبعمائتين وتسعة وخمسون نقسمها على أربعة لدينا رقم واحد في المقسوم عليه ناخد رقم للا يمكن ناخد رقمان 21 فيها كم من أربعة فيها خمسة من خمسة في أربعة عشرون نقلنا هنا واحد نطلق السبعة سبعة عشر فيها كم من أربعة فيها أربعة أربعة في أربعة ستة عشر سبعة عشر نقل ستة عشر واحد نطلق الخمسة إذن خمسة عشر فيها كم من أربعة فيها تلاتة ثلاثة في أربعة إثنى عشر وتبقى ثلاثة نطلق تسعة تسعة وثلاثون فيها كم من أربعة فيها ستة ستة في أربعة أو لا فيها تسعة ليسا ستة تسعة في أربعة ستة وثلاثون تسعة وثلاثون ناقص ستة وثلاثون وتبقى ثلاثة لخارج هو خمسة ألاف و أربعمائة وتسعة وتلاثون والباقي ثلاثة ثم 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 ألاف وتسعمائة و خمسة و عشرون قد نقسمها على واحد و عشرون ثلاثة من ألاف وتسعمائة و خمسة و عشرين نقسمها على واحد و عشرون لدينا رقماني في المقسوم عليه نأخذوا رقمان تسعة وثمانون فيها كم من واحد و عشرون فلدنا أربعة أربعة في واحد و عشرون أربعة و ثمانون تنقرب لتعود ثمانين أربعة أربعة و ثمانون تسعة ناقص أربعة خمسة تماني ناقص ثم ثم نزل بالإثنان إثنان و خمسون فيها كم من واحد و عشرون إذا درنا في ثلاثة فرجنا ثلاثة و ست إذن دروا في إثنان فقط إثنان في واحد إثنان إثنان في إثنان أربعة سفر واحد ثم قد نزل بالخمسة مئة و خمسة فيها كم من واحد و عشرون إذن فيها خمسة 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 في واحد خمسة خمسة في إثنان عشر و يبقى نصف بعدما نجز الطرح هذا الخارج هو أربعمائة و خمسة و عشرون والباقي سفر عاشرا أتأكد من صحة العملية ثم أعيد إنجازها إن كانت خاطئة سوف نتأكد من هذه العملية وش صحيحة أربعة وأربعون ألف وتسعمائة وتمانية عشر سنقسم على أربعة و سبعون سنقسم رقمان في المقسوم عليه سنأخذه رقمان ما يمكن سنأخذه تأتي لأرقام أربعمائة وتسعة وأربعون في أكم من أربعة و سبعون فنأخذه ستة قد نجرب قد نشوف أربعة و سبعون في ستة ستة في أربعة أربعة و عشرون ستة في سبع اثنان و أربعون أربعة و أربعون نأخذه نجرب أربعة و سبعون في سبع أربعة في سبع تمانية و عشرون سبع 5×7 49 551 518 فإيا أكبر من 449 لك شباش سنأخذ ستة ستة في 74 414 ونضروا الطرح 9-45 4-40 4-40 4-40 ثم سننزلوا بالواحد 51 شحل فيها من 74 فلا يمكن إذا لم يمكننا أن نزلوا برقم آخر مباشرة إلا إلا درنا هنا 1-0 ضربنا في السفر سنأخذ 0 في 74 سنأخذ 0 سنأخذ 0 ناقص 0 51 سنأخذ 8 سنأخذ 518 فيها كم من 74 فيها 7 وكي بقى الناس إذا الخاطئ هنا في إنكين قلنا في هذا الصفر هذا قد نعود العملية 44 918 نقسمها على 74 ندير ستة في 74 دينا 444 9-4 4 4-4 0 4-4 0 ثم سننزلوا بال 1 51 تحل فيها من 74 فيها 0 0 74 0 51 ناقص 0 تبقى 51 ثم كان نزلوا بال 8 518 518 حال فيها من 74 فيها 7 وهي 518 518 ناقص 518 يساوي 0 إذا الخارج 607 والباقي 0 8-11 ألاحظ المعين التالي وأحدد الأخطاء الواردة كما كان نعرفه في المعين أضلعه متقايسة إذا الأخطاء الواردة فالأضلع هنا 12 15 14 13 إذا في الأخطاء الأضلع غير متقايسة الأضلع غير متساوية أو متقايسة فهذا خطأ كذلك الزاوية فكل زاويتين متقابلتين متقايستين فأنا عندنا 45 و60 إذن كذلك خطأ وإذن الزاوية المتقابلة غير متقايسة أيضا ففي المعين فكل زاويتين متقابلتين متقايستين متقايسة أيضا ففي المعين ففي المعين ففي المعين ففي المعين ففي المعين أنه ففي المعين مجموعة قياسة الزاوية دي المضلعة الربعية تلتمية وستين. اذا ندلو تلتمية وستين غادي نحيدو منها تسعين. لهي مئتاني وسبعون. ميتين وسبعون نقسموها على جوج مية وخمسة وثلاثين. اذا نبقى هنا مية وخمسة وثلاثين فهد الزاوية وتبقى هنا ايضا مية وخمسة وثلاثين فهد الزاوية. دا الزاوية وكذلك الاضلع. التمرين تلاتة عشر اوجد اصغر مضاعف مشترك للعددين سبعة واحدة عشر. اصغر مضاعف مشترك نبدو بالمضاعفة ديال سبعة. نقلنا المضاعفة ديال اي عدد ووجدوا الضرب ديال العدد. سبعة في سفر سفر. سبعة في واحد سبعة. سبعة في تلاتة واحد وعشرون. سبعة في اربعة ثمانية وعشرون. سبعة في خمسة خمسة وثلاثون. سبعة في ستة اثنان واربعون. سبعة في سبعة تسعة واربعون. سبعة في تمانية ستة وخمسون. سبعة في تسعة تلاتة وستون. سبعة في سبعون سبعة في احدى عشر سبعتون وسبعون ثم نمشل المضاعفة ديال احدى عشر سفر احدى عشر في واحد احدى عشر في اثنان اثنان وعشرون تلاتة وتلاتون اربعة واربعون خمسة وخمسون ستة وستون سبعتون وسبعون فكنا اللحظة اصغر مضاعف مشترك من دون الصفر ما بين سبعة وإحدى عشر فهو سبعتون وسبعون سبعة وسبعون بعدما حددنا المضاعفة ديال سبعة والمضاعفة ديال 11 فالمضاعف المشترك الاصغر هو سبعة وسبعون سبعة وسبعون هو اصغر مضاعف مشترك بعدما حددنا المضاعفة ديال سبعة وديال احدى عشر. ثم اتبرين اربعة عشر. اوجد اكبر قاسم مشترك للعددين تمانية واربعون واربعة وستون. سوف نحدد القواسم دي التمانية واربعون ودير الاربعة وستون. القواسم دي التمانية واربعون. نحاول انكتبوه تمانية واربعون على شكل جداء عددين. واحد في تمانية واربعون. سوي اثنان في اربعة وعشرون. يساوي. تلاتة في كم? يساوي تمانية واربعون. تلاتة في ستة عشر. يساوي ايضا اربعة في اثنى عشر. تمانية واربعون. خمسة ما يمكنش. يساوي ستة في تمانية. ستة في تمانية تمانية واربعون. تسعة ايضا ما يمكنش. اذا دواء المضاعفات اولا هدوهم القواسم دي التمانية واربعون. ثم هذين مشيوا القواسم دي الاربعة وستون. واحد في اربعة وستون. اثنان في اثنان وثلاثون. يساوي ايضا اربعة. اربعة في ستة عشر. لان ثلاثة لا يمكن لان ستة زائد اربعة عشر وعشر ليس من مضاعفات ثلاثة. اذا لا يقبل القسم على ثلاثة. العدد اربعة وستون. كذلك لا يقبل القسم على خمسة. وبقتنا ستة. ايضا لا يقبل القسم على ستة ولا على سبعة. خينا اضوكم ثمانية. في تمانية اربعة وستون ولا يقبلوا ايضا القسم على تسة لان مجموع الارقام ليس من مضاعفة تسعة. اذا فالقواسن دي التمانية واربعون واحد جوج ثلاثة اربعة ستة تمانية اتنى عشر ستة عشر اربعة وعشرون اتنى عشر وبعمل والمضاعفة دي الاربعة وستون واحد جوج ربعة ثمانية اثنانية وثلاثون واربعة وستون لنحدق المضاعفات أو القواسم المشتركة واحد واحد جوج جوج ربعة ربعة جوج كانت ستة عشر ستة عشر ثمانية ثمانية إذن هذو هما القواسم المشتركة لكن السؤال أكبر قاسم مشترك فأكبر هذه القواسم فهو ستة عشر إذن أكبر قاسم مشترك هو ستة عشر أكبر قاسم مشترك هو ستة عشر كيف حددناها؟ بعدما حددنا القواسم ديال 48 وديال 64 ثم حددنا القواسم المشتركة وحددنا أكبر هذه القواسم وبهذا ننهي تمارين صفحة 43 نلتقي في الصفحة 44 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ظاهرة أمامكم في البلايليس أو بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء